أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنتناول فيها المنظومة البيئية مفهومها وأسس توازنها والتعريف بأنواعها إذن مما لشك فيه أن المنظومة البيئية أو النظام البيئي أو المجال الحيوي فهو يعتبر نسقا من تفاعلات بين مجموعة من العناصر وبالتالي فاختلال النظام البيئي أو توازنه تتحكم فيه عوامل عديدة على هذا الأساس يمكن لنا نطرح الإشكال الآتي أولا ما الذي نعنيه بالمنظومة البيئية ما هي عناصرها ما وظائفها وأنواعها أيضا ما هي أسس توازنها وأخيرا ما هي الاختلالات الناتجة عن تدخل الإنسان فيها بالنسبة لمحور الأول سنتناول فيه مفهوم النظام البيئي والخصائص التي تميز توزيع المجال للمنظومة البيئية إذن على المستوى المفهومي فالمنظومة البيئية يتتكون من مقطعين إذن المنظومة أو النظام بمعنى النسق مجموعة من العناصر المترابطة التي تتفاعل فيما بينها ثم البيئة بمعنى المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحية إذن بالتالي فالمنظومة البيئية هي تتكون من عنصرين إذن هناك المحيط بمعنى الوسط أو المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحية ويتشكل أساسا من عناصر غير حية كنقصد بها أساسا يعني مثلا الغلاف المائي والغلاف الهوائي وأيضا الغلاف الصخري ثم هناك العشرة الإحيائية ومعنىها هي تجمع لبعض الكائنات الحية من نباتات وحيوانات وتعيش طبعا بشكل مترابط ومتصق في بيئة طبيعية الآن نمر لتحديد أو توطين المنظومات البيئية الكبرى إذن من خلال هذه الخريطة يتبين لنا أن المنظومات البيئية تنقسم إلى ثلاث مجموعات كبرى إذن هناك المنظومة البيئية الحارة والتي تمتد طبعا تقريبا يعني في منطقة ما بين المدارين تقريبا يعني ما بين دائرته العرض 0 و33 درجة شمالا وجنوبا من الخط السواء وتتكون من المنظومة البيئية السوائية والمدارية ثم الجافة ثم هناك منظومة معتادلة وهي تمتد يعني في العروض الوسطى شمال خط السواء وأيضا جنوب خط السواء وهي تتكون من المنظومة البيئية المحيطية القارية ثم أيضا المتوسطية ثم أخيرا هناك المنظومة البيئية الباردة وتمتد في الدائرتين القطبية الشمالية وكذلك الجنوبية إضافة إلى السلاسل الجبائية والمرتفعات إذن فبالتالي فيمكننا أن نميز بين ثلاث منظومات بيئية كبرى إذن لدينا هنا المنظومة البيئية الحارة التي تمتد في منطقة ما بين المدارين ثم المنظومة البيئية المعتادلة وهي تسود في العروض الوسطى ثم المنظومة البيئية الباردة والتي تنتشر في المناطق القطبية وكذلك في المرتفعات نمر بعد ذلك أعزائي لتحديد بعض خصائص هذه المنظومات البيئية الكبرى إذن بالنسبة للمنظومة البيئية الحارة كما قلنا فهي تشمل منظومة البيئية السوائية والمدارية والصحراوية أو الجافة وتتميز على العموم بارتفاع درجة الحرارة على مدار السنة مع تناقص كمية تساقطات يعني كلما ابتعدنا عن خط الاستواء ومما يؤثر أيضا على طبيعة الغطاء النباتي والفصائل الحيوانية بالنسبة للمنظومة البيئية المعتادلة فهي تتكون من المنظومة البيئية المتوسطية والمحيطية والقارية وتتميز على العموم بتوالي الفصول وأيضا اعتدال في الحرارة والتساقطات وتباين طبعا في الغطاء النباتي وأيضا في الوحيش بالنسبة للمنظومة البيئية الباردة فهي تشمل بيئة الطيقة بيئة توندرة يعني في المناطق القطبية ثم البيئة الجبلية وتتميز على العموم بنخفاض كبير في درجة الحرارة الآن نأتي لطبعا تحديد مكونات أو عناصر المنظومة البيئية كما قلنا يعني المنظومة البيئية تطبعها تفاعلات بين المكونات غير الحية والمكونات الإحيائية إذن بالنسبة للمكونات الإحيائية أو الغير الإحيائية فهي تشمل كما قلنا الغلاف الجوي كغلاف غازي يحفظ الحية على سطح الأرض ثم الغلاف السخري الذي يتشكل من نواة الغطاء الداخلي الويشاح والقشرة الأرضية ثم الغلاف المائي بحكم أن الغلاف المائي يتكون من مياه عذبة وأخرى مالحة طبعا المياه المالحة هي تشكل أزيد من 97% من الغلاف المائي بالنسبة للمكونات الإحيائية أو الحية فهي تشمل الكائنات الحية النباتية والحيوانية من بينها المنتجات وهي طبعا كائنات ذاتية التغذية ونقصد بها أساسا نباتات ثم هناك مستهلكات طبعا من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية أي الحيوانات العاشبة واللاحمة ثم هناك المحللات أي الكائنات التي تقوم بتحويل البقايا العضوية يعني بقايا الكائنات الحية النباتية والحيوانية مثل الديدان إذن على العموم فهناك تفاعلات دائما بين المكونات الغير إحيائي بمعنى المحية أو الوسط الطبيعي ثم أيضا العشائر الإحيائية ننتقل بعد ذلك لتحديد بعض أسس توازن منظومة البيئية طبعا أولى هذه الأسس وهي تدفق الطاقة طبعا مصدر الطاقة على سطح الأرض يبقى هو الإشعاع الشمسي وبالتالي فهو مسؤول عن تغير أولا المناخ والطقس ويضمن الحرارة وكذلك الضوء بنسبة للكائنات الحية أيضا الأرض طبعا تفقيد جزءا من الطاقة الممتصة عن طريق إما التبخر أو التبخر النتح بالنسبة للنباتات ثم أيضا ما يسمى بالإشعاع الأرضي الآن نأتي إلى أساسين الثاني من أسس توازن منظومة البيئية وهو دورة الماء طبعا بالنسبة لدورة الماء فهي تبدأ أولا بعمليات التبخر أي تبخر المصطحات المائية وكذلك القارية بما في ذلك طبعا الغطاء النباتي بالدرجة الأولى ثم بعد ذلك يعني يحصل ما يسمى بالتكاثف وبالتالي يعني تتكون الغيوب وبعد ذلك يحدث ما يسمى بالتهاطل أو التساقط سواء في المصطحات المائية أو القارية طبعا بالنسبة للعملية الموالية فهي طبعا الجريان أو النفاذ إلى المياه الجوفية إما الجريان السطحية عن طريق الأنهار وكذلك الأودية إضافتنا إلى البحيرات أو عن طريق طبعا تسرب أو نفاذ هذه التساقطات إلى جوف الأرض إذن فهذه طبعا أهم يعني المراحل دورة الماء في الطبيعة لكن يمكننا نشره هنا على أن دورة الماء تتأثر بتدخلات الإنسان إما من خلال استنزاف طبعا المواريد المائية الطبيعية أو من خلال طبعا الاجتثاث الغطاء النباتي وهو ما يؤدي إلى التطراب في دورة الماء بشكل عام طبعا هناك أسس أخرى لتوازل منظومة البيئية كدورة مثلا الكربون نمر الآن إلى المحور الثالث والذي سنخصصه لنعكاسات أو آثار النشاط البشري على المنظومة البيئية طبعا من تسبب المنظومة الحارة فأهم آثار الاستغلال البشري غير المعقلان للمنظومة البيئية الحارة يتجلى أساسا مثلا في إزالات الغابات خصوصا الغابات المطيرة والغابات السيوائية ثم أيضا مشكلة تساع رقعة التصحر نتيجة العوامل الطبيعية ولكن أيضا بشرية ثم هناك مشكلة تلوث خصوصا تلوث الأرضي وتراكم النفايات السائلة والصلبة بالنسبة لأثار تدخل البشري على المنظومة البيئية المعتدلة فنجد مثلا خطر تسرب الإشعاعات النووية من المحطات والمفاعلات النووية مثل ما حدث في مدينة تشيرنوبيل الأوكرانيا في منتصف الثمانيينيات من القرن الماضي ثم هناك تلوث الهوائي بفعل ما تنفوته إما المحطات الحرارية وحيانا المصانع خصوصا فروع الصناعة الملوثة إضافة إلى تلوث التربة نتيجة للاستغلال المفرطي لها سواء تعلق الأمر بالزراعات الآلية أو بعض النفاية السائلة والصلبة ثم أيضا توسع العمرانية على حساب الأراضي الصالحة للزراعة بالنسبة لآثار نشاط البشري على المنظومة البيئية الباردة فهي تتجلى على الخصوص في خطر انقراض بعض الأصناف الحيوانية التي تعيش في هذه البيئات الباردة ثم أيضا خطر ذوبان الجليد القطبي وما يمكن أن يؤدي طبعا إلى ارتفاع مستوى البحار والمحيطات وأيضا تغير المناخ إذن كخاتم أعزائي يبقى الإنسان مطالبا بالحفاظ على توازن المنظومة البيئية من خلال أخذ بعد الاستدامة البيئية بعين الاعتبار في كل الخطط التنموية والاقتصادية وهو ما يسمى بمفهوم التنمية المستدامة لذلك يمكن أن نطرح السؤال كامتداد إذن ما جهود المنتظم الدولي يعني ما جهود دول مجال العالمي لتحقيق ذلك إذن ختاما أعزائي أشكركم على حسن تتبعيكم وانتباهيكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة وماتعة في الآن نفسه وأن يوفقها في تبليغ مضاوين عناصرها الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي أسئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركها في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حيني بحول الله ألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته